وصفت اللجنة الوطنية للدخول الجامعي المنظوية تحت لواء الاتحاد الطلابية الحر الدخول الجامعي لسنة 2018 بالكارثية حيث سجلت فوضى في التحويلات بعد ان تم رفض 90% من الطلبات فضلا عن ما اسمته بالتعتيم في الاعلان عن نتائج الماستر وفوضى في تسجيل بمسابقة الدكتورة تفاصيل اوفا في تقرير هاجر حاشي دخول جامعي على المحك هو ما وصفته اللجنة الوطنية للدخول الجامعية لسنة 2018 المنظوية تحت لواء الاتحاد الطلابي الحر حيث سجل لفض طلبات 90% في ملفات التحويلات نقصا في الخدمات الجامعية والاطعام والنقل وغيرها بالحد الان لم يتلقى الطالب مختلف الخدمات من اطعام والنقل الا في الايام الاخيرة وبالرغم ان الطالب التحق بمقاعد دراسة ابتداء من 2 سبتون حسب تصريحات الوزارة الوصية اللجنة سجلت ايضا تأخرا في الاعلان عن نتائج الماستر فضلا عن المشاكل التقنية التي صاحبت التسجيل في مسابقات الدكتورة عبر الموقع الالكتروني الحد الان لم تعلن نتائج الماستر وراكين وغمود كبير على كيفية معالجة طلبات الانتقال الى الطور الماستر بالنسبة للنظام الالمدي ايضا بالنسبة الى الدكتورة الحد الان الموقع تعد الدكتورة راح مفتوح لكن صادف طلبة لما حاولوا يدخل الموقع في مباشرة تسجيلات تحهم صادف عدة مشاكل مشاكل اخرى تواجه الدخول الجامعي لسنة 2018 دفعت اللجنة الوطنية للمطالبة مرة اخرى بفتح ابواب الحوار مع الوزارة الوصية لتفادي سيناريوهات السنوات الماضية التي تمضل بالعودة الى طرق اخرى ترهن الدخول الجامعي وتضع مستقبل الطلبة مجددا على المحك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر